السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله يا زوجتي العزيزة منا ومنكم يا أبا خالد ماذا أعددتي للغداء اليوم؟ أعددت لك سؤالاً يحيرني منذ زمن أيكون بديلاً عن الغداء يا فاطمة؟ اسبر يا راشد الغداء جاهز ولكن أجبني أولاً عن سؤالي لقد أثرت فضولي ما هو هذا السؤال؟ ذكر القرآن الكريم أن امرأة نوح ولوت كانت خائنتين لزوجيهما وسؤالي كيف لزوجة نبي أن تكون خائنة لزوجها؟ إنه فعلاً سؤال مهم ولكن ما رأيك أن أجيبك عليه بعد أن نتناول الغداء؟ فقط أعطني لمحة عن الإجابة ولنكمل بعد الغداء حسناً ولكن أعلمي أن لفظ الخيانة هنا ليس المقصود به الخيانة التي قد تتبادر إلى الذين ها؟ فماذا إذن؟ فلنأخذ مثلاً امرأة نبي الله لووت التي وصمها الله بالخيانة فهذه المرأة كانت تبتن غير ما تظهر فهي كانت منافقة وكفرت بدعوة النبي لووت والماذا سبر عليها سيدنا لووت؟ ربما كان يأمل في صلاح حالها خصوصاً أنها لم تكن تفصح عما في مكنونها السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله يا خالد ما بال الغداء قد تأخر اليوم؟ أرأيت يا فاطمة؟ أعتذر أني قطعت عليكم الحديث لا عليك يا ولدي هيا الغداء جاهز هيا بنا وسنكمل حديثنا بعد الغداء هل هو حديث خاص؟ لا 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 أبداً وليتك تنضم إلينا كي تعم الفائدة بكل سرور وقد ورد لفظ الخيانة في أكثر من موضع في القرآن الكريم فقال تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور وقال سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالْرَّسُولِ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونِ وقال عز وجل إن الله لا يحب الخائنين فالخيانة تصرف مذموم ولا أخلاقي لدى جميع الأديان وجميع الثقافات سلمت يداك يا أمي كان غداء شهيا صحة وعافية يا ولدي كان حقا طعاما شهيا ويلزمه بعض الراحة أتريد أن تخلف وعدك لي يا راشد؟ أبي لا يخلف وعدا أبدا إذن فلنكمل حديثنا عن أي شيء كنتم تتحدثان يا أمي؟ عن الخيانة عفان الله وما المناسبة؟ قال تعالى درب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوت كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما لقد وردت هذه الآية في أواخر سورة التحريم قل لي يا أبي كيف يتجنب الواحد منا الخيانة من قبل أشخاص آخرين؟ علي أولا أن يعرف في من يثق وأن لا تكون ثقته مطلقة بل يجب أن تكون ضمن حدود وماذا عن خيانة امرأة نوت؟ حدثنا يا راشد عش سيدنا نوت مع قوم عصوا الله تعالى معصية ما سبقهم بها من أحد من العالم فلقد كان أفجر الناس وأكفرهم يقطعون الطريق ويكثرون من فعل سيئات ولا ينهى بعضهم بعضا عن المعاصي والآثام ويفعلون المنكرات في نواديهم وكانوا يقيمون مصارعات الديكة ويستمتعون بذلك فقلوبهم أقسى من الصخر وظل لوط عليه السلام ينكر عليهم انحرافهم الخلقي ويقول لهم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ألم يحلق الله لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها؟ بلى فقال لوط فكيف تذرون ما خلقه لكم ربكم من أزواجكم؟ نحن نعمل ما نشته فقال لوط لكنه خبيث وقبيع نحن نراه غير ذلك وإذا أردت البقاء عندنا فعليك أن تفعل مثل ما نفعل ماذا نفعل مع لوط وما يدعونا إليه؟ هل لا نتركه؟ لقد اعتزلان أسكن أطراف القرية لقد أحسن صنعا بذلك أخرج إلينا يا لوط أخرج إلينا هيا هيا أخرج إلينا فلتأتي إلى نادينا وتنضم إلينا دعكم منه يا قوم وهيا بنا ننصرف هيا هيا ما هذا الجبن؟ هل أنت خائف؟ لن ننصرف قبل أن يخرج إلينا إن زوجته بالداخل ولا نريد أن تصاب بسوء فإنها من قومنا نعم فهي التي تأتين بأخباره إذن سننصرف سننصرف يا لوط ولكن إن كنت تريد البقاء في قريتنا إياك أن تضيف غريبا في بيتك ودعا لوط ربه قائلا رب نجني وأهلي مما يعملون فأرسل الله ملائكته ومروهم في طريقهم لقوم لوط على إبراهيم عليه السلام صنع لهم إبراهيم عليه السلام عجلا مشويا وهو لا يدري أنهم ملائكة من عند الله فلم يمسوا الطعام فخاف إبراهيم عليه السلام منهم ظنا منه أنهم يريدون به سوءا فقالوا له لا تخف لقد قدمنا إليك مبشرين بغلام حليم هو إسحاق ومن وراء إسحاق ياقوب فنحن رسل ربك وأخبره أيضا أنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط إلا آل لوط فإن الله منجيهم إلا امرأته فهي على شاكلة قومها دعا لوط عليه السلام قومه لتوحيد الله تعالى وبين لهم عواقب ما يفعلونه وأنه لم يسبقهم أحد من العالمين فيما يقترفون من فاحشة وبأن عليهم وزر من سيأتي فعلتهم من بعدهم لقد وجدنا أباءنا كذلك يفعلون وماذا تريدنا أن نفعل؟